اشتركوا في القناة وبكل اللغات وبكل اللهجات فيه بعض الاخوة اللي طلبوا توضيحات حول المؤتمر وشي هو هذا المؤتمر على جلبة شهما يتفاعلوا فيه اذن بوضي هو ان نقدم بعض التوضيحات المتعلقة بالمؤتمر علاش المؤتمر هذا وشي هو الهدف انتا وشي كونهما الناس اللي شاركوا فيه وقتاش وين الى غير ذلك من الاسئلة اللي الدور حول المؤتمر ما يخفلكمش بلي الجزائر يا خوتي تعرضت الى كثير من المكائد وتعرضت الى كثير من المصائب والمصيبة الكبرى اللي تعرضت لها هي المصيبة انتا الاستعمار ولازلنا الى اليوم لم نخرج من التداعية انتاها بسبب خشون انتا الرؤوس بسبب التخلف بسبب الجهل انتا بعض الحكام وبالسبب انتا ايضا التدخل انتا المؤسسة انتا الجيش في بعض المهام اللي خاطيتها هي والعدم انتاع الفصل بين السلطات بل يعني عدم تأسيس الدول الجزائرية على اسس صحيحة بالتالي بقينا في حلقة مفرغان دورو وما زلنا الى اليوم ما زلنا نحكيه على الاستقلال وما زلنا الى اليوم نحكيه على الايدي الخارجية وعلى العملاء وعلى الحركة وعلى كذا فيما دول كبيرة راح تمشيت وقفزت بعد ما كانت دول يعني منورانة لو ناخذ مثلا فقط الامارات العربية المتحدة واقتش خلقته وانقفزت مقارنة بالمداخل اللي موجودة في الجزائر ومقابل الثروات ومقابل الطاقات اللي موجودة يعني بالاضافة الى دول واحد اخرى كانت يعني في السبعينات ما تبانش مع الجزائر ونشوفوا الان ونرها قفزت بالتالي هذا الاساس نتاع الدول الجزائرية مع الاسف شديد لم يكن على اساس صحيح راكم كلكم تعرفوا من انه الدول الجزائرية يعني تأست هذه الحديثة عن طريق الانقلابات وعن طريق التصفيات وعن طريق لا اريكم الى ما اراه وركم شفتوا الفتنة العامية اللي ضربت البلاد ما زل ما علجناش النتائج انتاعها الى اليوم المهم وركم شفتوا ما الذي حصله اثناء التسعينات في الفتنة اللي ضربت البلاد واللي ما زل ما تخلصناش من التدعية التاحة اليوم اذن احنا نحوزه من خلال هذا المؤتمر هو انونا نهضب البلاد من سندوش شخص بعيني هي قال كما في وقت سابق قال يمشي مع اي تحمد ويمشي مع احمد طالب ويمشي مع جبلة ويمشي مع كذا واليوم راهم كين بعض من الناس حوزوا يزيدوا يخلقوا شخصيات واحد اخرى ونمشيوا معهم لازم نفكروا في العمل الجماعي العمل الجماعي الذي لا اقصاء فيه لماذا؟ لانه الجزائر مع الاسف الشديد والدول الجمهورية هذه ما تأسش على اسس صحيح نهار ان شاء الله هو انه تتأسس الجمهورية على اسس صحيح وتكون هناك مؤسسات وهناك تقسيم عادل بين هذه المؤسسات بحيث هو انه قال المؤسسة الشريعية والله السلطة هذه الشريعية عندها صلاحية تاحة والسلطة التنفيذية عندها صلاحية تاحة وما كانش هناك طغيان بين هذه المؤسسات وهذه السلطات في ذلك النهار فيما بعد نفتح الباب بعدها ندعى التنافس هذاك واللي رأى عنده مشروع والله ويخدم لكن الآن في ظل هذا الفوضى العارمة في ظل هذا الطغيان في ظل هذا الخطف اللي رأى موجود في ظل النهب اللي رأى موجود في ظل هذا الفساد اللي رأى موجود ما راناش راح يخرجو من الأزمة الجزائرية بالعكس هذا الانسداد وهذا الاحتقان رأى هو رايح يحرق البلات على الجزائريين هو أنه يتحركوا على جل باش نمنعوا هذا البلات لأنه المؤشرات عديدة متاع الحرق متاع البلات وهذا الشي اللي رأى نقول لكم فيه رأى هو يخرجو كلامي رأى هو مسجل رأى هو مسجل بالصوت وبالصورة والمؤشرات رأى ها موجودة رأى هو غير الانسان اللي تمصلوا على ربي على عينيه ويجي الأيام وتبنى هذو الأمور حنا نحاوسوا على جل باش نمنعوا البلاد من هذا الانفجار الوشيك وهذا المؤتمر حنا نلحقوله كنتيجة إذا كان فيه ناس خيرين في البلاد ورغم هما حبين على جل باش هما يساهموا احنا رأى نمستعدين باش نساهموا في البناء انتاع البلاد ولكن احنا خشية من هذك الاختراقات وخشية من هذك اللعب هذك اللي مولفين به وخشية من هذك الدسائس هذك المؤامرات نحاوسه هو انه هذه المبادرة تنبع من الشعب لأنه اذا كان لم يشرك الشعب ما كان حتى تغيير وما كان حتى بناء وما كان حتى اصلاح هذه المبادرة انتاع المؤتمر هي مبادرة نابعة من الشعب عندنا مدة سنوات ونحن نتحدث في هذه القضية منكم اللي ربما هذه المرة اللولة يسمع بهذا القضية ما عليش نعودو نذكرو وش هو المؤتمر اللي نحوس عليه المؤتمر هذا يحمل اسم الجزائر بمعنى أنه المؤتمر من أجل الجزائر من أجل النهضة انتاع الجزائر من أجل البناء انتاع الجزائر من أجل الوحدة انتاع الجزائر المؤتمر هذا كان فيه خطوط عارضة هذه الخطوط العارضة قابلة للإثراء بمعنى أنه كل جزائر يتهم الجزائر بإمكانه في إطار من الاحترام المتبادل هو أنه يساهم في الإثراء انتهى هذا النقاش وإن شاء الله شيئا فشيئا أرانا نمشي إلى الأمام مؤتمر الجزائر هو همزا تعوصل بين مرحلتين بمعنى أنه كان مرحلة هذه اللي رأيها موجودة والمرحلة اللي رأيها جاية هذا هو شغل همزا تعوصل بين مرحلتين وفي المؤتمر هذا تكون هناك أرضية صلبة على جلباش تؤسس الجمهورية الجزائرية الجديدة على أسس صحيحة ويكون هذا المؤتمر هو انطلاق جديد بخطة ثابتة نحو المستقبل ينعقد هذا المؤتمر تتويج لمشاورات مع كل الخيرين والخيرات في الجزائر اللي يؤمنون بالحل السياسي السلمي التوافقي ويؤمنون بالتغيير المنهجي والمرحلي هذا المؤتمر بطبيعة الحال هو ورا وراه يعقد في الجزائر وضمن الحدود انتهى المتعارفة عليها لأنه احنا مرانا نحاوسه نديه ترى بخاطينا الحدود المتعارفة عليها وبعيدا عن اي نزعه قال مثلا هذو ناس من منطقة القبائل والله هذو ناس من منطقة تعشوية والله هذو ناس من منطقة تعبزاب ويحبوهما يستحوذوا على هذا المؤتمر ويوجهوه نحو الوسمو بعيدا عن اي نزعه تعجيه هوية وبعيدا عن الاقصاء والتهميش بمعنى ان كل الجزائريين شوية وقبائل ومزابية وعرب كلنا نشاركوه في هذا المؤتمر بمختلف الشرائح وبمختلف التوجهات ولكن بعيدا عن الاستغلال متع ثوابة الوطنية اللي هي اللغة والدين والتاريخ وهذه كلكم ركما على بالكم به يعني ما تجيش قال فيه يحاولوا هما انه يستأثروا بهذه المبادرة ويحاولوا هو انه يمشيوا الجزائر وفق الاهواء انتهم تجري الاشغال انتع المؤتمر هذا في الجزائر بطبيعة الحال اذا كان النظام سمح بهذا المؤتمر وفي الخارج ايضا يكون هناك مؤتمر في الخارج في يوم واحد باستعمال التقنية انتع العاصرة كم تعرفوا ذلك القنوات الفضائية وكم تعرفوا البث هذا عن طريق الانترنت وبالتالي يكون هناك بث مزدوج من الداخل والخارج المؤتمر هذا يعني نتحدث في خطوط عارضة هذه الخطوط العارضة قابلة للإثراء هذا المؤتمر هو ترأسه شخصية وطنية شخصية وطنية مستقلة كنقول شخصية وطنية بمعنى انه شخصية يكون عندها وزن على المستوى الوطني شخصية مستقلة عندها صمعة طيبة شخصية محبوبة يتم التوافق عليها من خلال هذا النقاش ومن خلال هذا الحوار ويكونوا مع هذا الشخصية نائبا واحد منهم تكون مرأة مرأة ايضا تكون شخصية وطنية معروفة بالعمل تاحة معروفة بالنشاط تاحة معروفة بالخدمة تاحة للمجتمع الجزائري بطبيعة الحال المؤتمر هذا تكون عنده فيه اشغال يكون هناك مكتب يسير هذا الاشغال تكون هناك لجان في هذا المؤتمر ومن خلال هذا الناس اللي راحين يشاركوهما في المؤتمر هذا الاعضاء هذا والله هذا المندوبين نرى هرايها بطبيعة الحال تكون هناك لجان وتوزع المهام على حسب كل لجنة قال مثلا لجنة الاعلام من اللجنة التعال الشؤون الاجتماعية اللجنة التعال الحوار اللجنة التعال كذا لجان فيما بعد هذا اللجان راح تتشكل من خلال هذا الناس اللي راح هم يهمهم هذا المؤتمر المكان في الجزائر والزمان والعدد انتع المندوبين والشخصيات اللي يحضروا هذا المؤتمر والمؤسسة الاعلامية هذا كله يتم في اطار من التباحث وفي اطار من النقاش ومن تبادل الاراء والافكار يعني ما يجيش هكذا كبرك لازم يكون هناك نقاش في هذا المؤتمر ينقش المشروع انتع المجتمع الجديد لازم انه مشروع مجتمع في الجزائر دوق واحد راح يحب يديرها دولة اسلامية والاخر يحب يديرها دولة علمانية والاخر يحب يديرها دولة دولة كذا ونبقى وحنا في هذا الصراع الى ابد الابدين احنا نحاوسه هو انه نتناقشه حول المشروع انتع مجتمع جديد في الجزائر هذا المشروع انتع المجتمع فيما بعد نتناقشه حول كيفية انتعه حول كيفية التجزيد انتع هذا المشروع انتع المجتمع واللي يعتبر هذا المشروع انتع المجتمع هو الهدف بعد ما يحصل التغيير يعني بعد ما يكون هناك تغيير قلما تنتصر انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية وانتخابات بلدية المشروع انتع المجتمع ينطلق يعني بعد ما تجرى الانتخابات ويكون هذا المشروع نتعى المجتمع نتعى النس كل يعني بمعنى أنه نمر على مرحلة مؤقتة مرحلة مؤقتة وأنه تبنى هذه المؤسسات الجديدة فيما بعد نمشي للتجسيد نتعى هذا المشروع نتعى المجتمع الجديد في هذا المؤتمر بطبيعة الحال تكون هناك مداخلات من طرف الناس المختصين ومن طرف الناس المشاركين وتوضع اللابينات نتعى هذا المشروع الجديد لازم تكون هناك مسودة والله يكون هناك أرضية مشتركة يكون هناك مثاق تكون هناك ضمانات تناقش في هذا المؤتمر وتعطى مثلا تقدم تقارير في ضمن هذه اللي جاء هذه اللي راح تشكل في المؤتمر قبل الصياغة النهائية نتعى الخطوط العارضة نتعى المشروع نتعى المجتمع هذا فيما بعد بطبيعة الحال هذا الرئيس هذا نتعى المؤتمر ونتعى النوب نتعى وهذا اللي اسمه لازم تكون هناك فيما بعد الأرضية هذه نتعى المشتركة وفيما بعد يقدموهما الحصيلة هذه نتعى الأشغال نتعى المؤتمر تشكل حكومة نتعى وحدة وطنية اللي هي تصهر فيما بعد على الانتخابات هذه الرئاسية والانتخابات الشريعية وعلى دستور جديد المصالحة هذه اللي أنا نحكي عليها المصالحة هي لطبلخرة اللي ننحقو لها ننحقو لها كثقافة يعني بعد ما تبنى الدولة الجزائرية الحادثة تبنى هذه المؤسسات المصالحة ننحقو لها كثقافة بحيث هو أنه تنشئ أجيال جديدة في إطار من التآخي ومن التسامح وإلى غير ذلك الآن رأى من الناس ربما يقول لك هذا شيء نظري شيء مقبول وشيء كذا احنا كيفاش نجسدو هذا الأمر هذا الأمر لا يجسدوه نور الدين خبابة ولا مجموعة من الناس معاه هذا الأمر لازم له إطارات لازم له ناس مخلصين لازم له ناس يفكروا في البلاد ولذلك أنا درت التسجيلات هذه اللولة وجهت نداء للناس اللي رأهم موجودين في الخارج لماذا؟ لأنه الناس اللي رأهم موجودين في الخارج منهم اللي رأهم درسوا منهم اللي رأهم تعلموا منهم اللي رأهم عايشوا بالتالي طورت الأفكار تاعهم وطورت القناعات تاعهم ويعني بعيدين على الضغط مش كيفما الإخوة اللي رأهم موجودين في الداخل اللي رأهم تحت الضغط عن الحواجز الأمنية اللي رأهم موجودة في طرقات وعلى هذه المشاكل التي رحلها موجودة في المجتمع بالإضافة إلى الضغط في الأسرة تفكك والمشاكل التي رحلها موجودة الفقر العنوسة إلى غير ذلك من المشاكل التي ركم على بالكم بها بالإضافة إلى أن النظام بالمرصاد لكل المبادرات من خلال الاختراق تاها من خلال شوية عن داعها إلى غير ذلك أنا طلبت من الأخوة الذين رحلون موجودين في الخارج شخصية ما من الطلبة ومن الإطارات على جلبه نحاولوا مع بعض نبلوروا هذه الأفكار نثريوها وهذه رأيها فقط كما نقولوا مسودة يعني همبرو يوم هكذا على جلبه نتناقش وحاولوه ومع بعض إن شاء الله كل الأفكار اللي هي رأيها تخدم هذا المؤتمر نخدموه بها إذا كان فيها أفكار اللي هي ما تخدمش هذا المؤتمر نحن نحطوها أكوتي إذن هذا باختصار حول هذا المؤتمر هذا وش هو المؤتمر شكون هما الناس اللي يكونوا فيه إلى غير ذلك من الأشياء حبيت على جلبه نقدمها كتوضيح للإخوة اللي ربما رأيهم يسحلوا ويحاولوا هو أنه يساهموا إذن نحن رأينا فتحنا مجموعة في فيسبوك هذه المجموعة لازم الناس اللي يسجلوا فيها يسجلوا بالأسماء انتحهم الحقيقية إذا كان فيه استثناءات كانت فيه بعض الأخت نحن نحسن نظن بها تقول من أنه أخت من بريطانيا وما تحبش تظهر بالاسم انتاح الحقيقي أو بالصورة انتاحها نحن نتفهم هذا الأمر عنا زوجات وعنا عوائل وكذا نتفهموا احنا هذا الأمر ولكن احنا رأنا في الأنترنت ثاني الأخت الكريمة رأنا في الأنترنت ما نقدروش هنا نتعاملوا هكذا بهذه السذاجة رأنا في الأنترنت نحن لسنا متأكدين إذا كان تركي أخت وإذا كان تركي جزائري نحن نحسن الظن بك ولكن في نفس الوقت نتفهموا هذا الأمر رأنا عائلات وعننا أخوات وعننا كذا نتفهموا احنا هذا الأمر إذا كان عندك رغبة على الأقل هو أنه نعرف الصوت نتعك قال مثل تصلي بي أنا عن طريق الهاتف أو عن طريق سكايب ولا نعرف الصوت نتعك نعرف ورواحنا باللي رأنا نتكلمه مع أخت جزائرية ومعليه جزيدي إذا كانت تسجلي باسم هكذا نقدرو ربما نتفهموا هذا الأمر ولكن أنا الشي اللي نقصده هو أنه الناس تسجل بالأسماء التاحة الحقيقية ما نقدروش هنا نبنيوه يعني هذا العمل هذا نبنيوه مع ناس ما يظهروش بالأسماء التاحة الحقيقية يعني يظرك إحنا غدوة كأننا مثلا راح نديروا لقاء قال مثلا أنا نجي لبريطانيا نجي لبريطانيا باش نتحدث مثلا أنا مع الناس يجيني واحد أنا بسود ويحكي معايا يقول أنا اسمني أبو صالح والله أبو مآمين والله أمنيش عارف أنا صاحب الفردوس الأعلى والله أمنيش عارف أنا كذا ما نمشيش أنا مع الناس هدوك إنسان تحدث معايا قال مثلا الأخ شريف يعني يجينيه في بريطانيا نعرفه بالصوته بالصورة على بالي بيه بالي إنسان ولي يتفهمه لا كذا نروح أنا نتحدث وما أراني متهني قال نروح أنا قال مثلا ستيفن عيط قال مثلا أخ عبد السلام أنا نعرفه نروح ليه نتلقى به أنا عارف ما عمنا راني نحكي هذا هو الشي اللي أنا نقصد فيه ما نبقى عاش أنا نحكي أنا مع واحد كاتب لي DZH بلوس واحد كاتب لي MH ما نيش عارف كذا ما نقدرش أنا نحكي مع هذا الناس هذا نحكي مع رجال باسكو عراني نحكيه فيه قضية جدية والإخوة لازمكم تعرفوا باللي راني نحكيه فيه قضية جدية ذوك الإنسان اللي راه موش مأمن ولا راه موش مأمن بهذه الأفكار والله يختصر الوقت على روحه ويختصرنا الوقت معه الإخوة اللي راه مدرك هما راه محبين يخدموا ولكن متخوفين هذا الاسم التخوف تعمره مشروع راه مشروع وراه عندكم الوقت الكافي على جل باش انتم تتأكدوا عندكم الوقت الكافي باش تسقسيوا باش تسألوا باش تشوفوا باش تسمعوا عندكم الوقت الكافي لكن احنا إن شاء الله راني نسعى وفيه أمر جدي وعننا سنوات ونحن بيصدد هذا النقاش حول هذا الموضوع ونحن منذ سنوات ونحن نناقش هذا الموضوع إذا كاننا ركم حابين شمو أروحوا تواصلوا معنا سواء عن طريق سكايب أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الهاتف أو عن طريق الوسائل المختلفة ونحاولوا إن شاء الله في المستقبل على جل باش نلتقيه مع بعضنا البعض نحاولوا من خلال هذه المجموعة هو أنه نشوفوا الأفكار تعنا بعضنا البعض اللي راه عنده مثلا منشور عجل باش يخدم هذا المؤتمر يخدم الحوار حول يكسر هذا الحواج النفسية اللي راه موجودة بين الجزائريين مرحبا بيجي يشارك معنا من خلال هذه المنشورات هذه وإن شاء الله من خلال هذا التفاعل أرى أنا رايحين نصنعوا قناعات مشتركة اللي راه رايحها تدفع إن شاء الله شيئا فشيئا نحاولوا هو أنه نديروا بعض النشاطات كيف ما قلت في التسجيل السابق نديروا بعض النشاطات في العواصل المختلفة اللي نحاولوا من خلالها هو أنه نجمعوا أكبر عدد ممكن من الجزائريين ونمشيوا شيئا فشيئا هو أنه نلحقوا للمؤتمر هذا نلحقوا ليه من بعد المؤتمر مع النشحن الوسائل أنا مرانيش في الدولة راني قال مثلا أنا راه السلطة تحتي وراه الإعلام تحتي والأموال تحتي نروح أنا مباشرة هو أنه نكري قاعة ولا نجيب أنا الوسمو لو كان جيت راني في الوسمو قال أنا نعيط يلا قال احجز لنا هذه الصنوبر لمدة أسبوع والله كذا ويلا نعيط للشخصيات السياسية ونعيط للشخصيات الإعلامية ونجيب أنا المؤسسات ونجيب كذا كذا ونجيب أنا الزبدا تاع المجتمع ونحطهم أنا باش نجيب أنا علماء من الخارج ونجيب ملاحظين من الخارج ونجيب كذا ما عنديش أنا هذه كل الإمكانيات أنا راني مواطن مثلكم راني نسعى عندي أفكار ربما فيه ناس رهم يقاسموني هذه الأفكار نحاول هو أنه ما نعودش نكرر الأخطاء اللي وقع فيها مصصالي الحاج ووقع فيها بوذياف ووقع فيها يتحمد ووقع فيها بوتفليقة ووقع فيها فلان وفلان 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 وبومديين وكذا نحاول هو أنه نهضه بالبلاد والنهضة متاع البلاد ما يقومش بها شخص ولا مجموعة من الأشخاص كما كنت نقول وكما نعود نكرر هذه المسألة انتع الزعامة وانتع المشيخة خلاص راح الوقت انتاع هذوق الآن حان الأوان العمل الجماعي راكم تشوفوا انتم ذرك في الدول كيف شراهم يربيوا في ولادهم مع العمل الجماعي نحاولوا إن شاء الله هو أنه نعملوا جماعيا ونخدموا بالشيء اللي يفيد البلاد إذن هذه المجموعة يرى مفتوحة للجزائرين والجزائريات اللي أمنوا هما بالجزائرين تاع الجميع مرحبا بكم معنا راني أعطيت لكم بعض التوضيحات وربما بعض الإخوان اللي يحبوا يسئلهم ما شو كوه شي هو هذا المؤتمر الآن المؤتمر هذا ما كانش فيه ناس راهوا هذه المجموعة فتحناها راهم كان بعض الإخوان اللي راني نتواصلوا معهم راكم أموال في نسمعهم على الإذاع انت وطني راني في تواصل وإن شاء الله في المستقبل إذا كان فيه إخوة راهم يلتحقوا بنا كان إخوان اللي راهم أبدا ورغبتهم بشي يلتحقوا بنا راني نديروا حوارات علم مباشر وبالصوت وبالصورة وراكم تشوفونا وتشوفو الناس هذو حلما رانيش نحكي كما نقولوا في السر ولا كذا فقط يعني نتناقشوا على جلباش نعاودوا ربما نصلحوا بعض الأشياء اللي غلطنا فيها أو ربما نبدلوا الطريقة للعمل إلى غير ذلك المهم إذن الإخوة والأخوات هنعطيت لكم بعض التوضيحات إن شاء الله في المستقبل أرى لنزدوا نعودوا نتواصلوا تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر